كان زمان تلميز الشطر قوي و جنبي تلميز تاني تقريبا ورقته فاضية فكان الحيلة ايه بدل الورق هو احنا ورقنا نتبدل دلوقتي ده سؤال ده سؤال ليك انت تشعر انه اوراقنا تبدلت السقة تصدر الى المنافس وصحب السقة يصدر اليك مهما كان اللي من سنة الاهل بيمن حضر فعلا وفعلا بلاس نسعين فعلا وقولا و عشان حصل وبعدين يقول لك كل جمهور يقول كده اخرت المجلس ايه الضعيف من التحكيم اللي التحكيم متحمل علينا اذا انت بتقر ان الاعلام متحمل ضدك بتقر ان التحكيم متحمل ضدك بتانيين بتتهم المجلس يجب ان يأخذ اجراء قوي بتتهم الادارات الرياضية او المؤسسات الرياضية انها بتتحمل على الاهلي بتناشد الاعلام او المعايير يعني المجلس لتنظيم الاعلام ما ينفعش كل يوم كل يوم تجاوز في حق الاهلي ورموزه ولا احد يستجيب انت بتقول كده وانت في نفس اللحظة تقول لهم انت بتعملوا ايه ما بتكسبوش عشان انت اللي فاضل للنادي الاهلي اوعى انت تتخلى ووعى حد يقولك لا احنا من حقينا ننقض عشان نضغط عشان يصلحه مش محتاج النادي الاهلي ومسؤولين مش محتاجين يضغط عليهم عشان يصلحه فاهمين وشايفين خلي بالك ان المسؤول ده اي نجاح بينسب اليه طبعا يعني هو بالاضافة ان هو حد اهلاوي قوي هو مسؤول صاحب مصلحة ان فرقيته تكسب وما فيش وزا ما قلت لكم اللي يسرف 380 مليون جنيه في السنة على النشاط الرياضي ما يتقلوش ده انت عارف اوجستي بوش عشان خسر ماتش اللي يتحاد سكندري القلب عليه اذن ده تربص منهج تربص من اولاد الاهلي ولا حد مزقوق في النص يقول لك المتين حليون ويديك عشرة وعشرين انا مش عايز اسمي مواقع جروبات باسمها وخلي بالك كل ما نقول كده هيتضغط علينا يبتد يقول لك القناة الاهلي بتعمل ايه يبقى في القناة ماشي الخطيب ماشي كولر ماشي سيد عبد الحفيز ماشي اللعيبة وقفل النادي وبعدين يعني هو ده الرشدة ياللي بتحب الاهلي وقال لحنا وراكوا وفي ظهركوا وشايفين اللي بيحصل في النادي الاهلي وحنتحمله وحنعدي وكلنا والاهلي ونرجع تاني لنغمة بتاعتنا ده الكلام ده انا بقى فيه كلمتين عايز اقولهم لللعيبة بما اني طولت فاشبني قل لللعيبة براحتك شوفوا جماعة بعضكم يعتقد انه يتعرض الى حملات وهذا في جزء من العقيقة وجزء من الخطأ الخطأ ان تشعر ان انت ما بتاخدش حقك لانك لما بتبقى كواش بتاخد حقك قوي قوي بمبلغة واحيانا بيكون دي سبب تراجع مستواك انك تعتقد ان عندك رصيد لن ينضب من حقك تدلع بقى شوية ولكن عندك الحق كل الحق انك تخاف وتقلق وتقول الله انا ده انا مهما عملته ممكن ودي النقطة اللي انت والجمهور لن تصلوا للنغمة الصحيحة فيها احنا في توقيت يا جماعة مصلحة اللاعب ومصلحة الجمهور انه يتسندوا على بعض ان اللاعب يعرف ان قيمته ان يكون لديه رصيد مستمر عند الجمهور بالاخلاص والله الجمهور ما بتدور اكتر حاجة غير على الاخلاص اعمل اللي عليك واذا لم تكن موفقا الجماهير في ظهرك لكن ما تروحش تصور هنا وهنا وما تروحش تصهر هنا وهنا لا مش هيبقوا في ظهرك لما تخفق قد ممكن تقول مواضيع حياة شخصية لا في النادي الاهلي ما حدش ملك نفسه أستاذ براين اذا كنا احنا كأقدرة مش ملك أنفسنا اي ساعات الواحد من الضغط يليك مكالمات من الصبح من الليل كلهم عايزين يشتكو لك يشتكو بتجي لك لحظة يا جماعة طب اسمور علينا والله يشايفين بس بلاش كده بلاش كده عشان تدوني حتى طاقة الناس اشتغل أنا عايز اقول محدش هيقصر هنأخذ بالاسباب وخلي الجماهير في ظهر اللعيبة وخلي اللعيبة عنده حصن ظن الجماهير ولازم الجماهير تتحط على الراس الجماهير تتحط على الراس وعلى فكرة الجماهير هي اللي هتفرز وهتعرف مين اللي مزقو في وسطيهم وهتعرف هو مين اللي بيجرجرهم لان لما شافش اللعيب بيغلط وشاف اللعيب يكتهد هيتحمله لكن لو حضرتك دخلت فيه خلاك مع الجماهير الجمهور حيك